مرحبا بكم اليوم سوف نكمل سلسلة idioms الجملة اليوم هي Add insult to injury سوف نبدأ بالمعنى الحرفي Add أضافة Insult إهانة أو شتيمة To إلى Injury إصابة يعني حين يكون جرح أو إصابة في الجسم تسمى Injury ولاحظوا ننطق Injury هناك دل خفيفة قبل ج Injury أي إصابة يعني هذا هو المعنى الحرفي لكن ما هو المقصود من هذه الجملة حين يقولها شخص ما هذه الجملة نستخدمها حين تكون الأوضاع سيئة أصلا ويحدث شيء ما يجعلها تصبح أسوأ لنأخذ مثالا لكي نفهم أكثر فمثلا كنت تتمشى مع صديقك في الشارع وتضحكان تتحدثان فجأة يقوم صديقك بضرب أحدهم بكتفه لأنه لم يكن ينظر أمامه فيتوقف هذا الشخص ويبدأ بالصراخ لماذا لا تنظر أمامك لماذا 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 يعني إلى حد الآن الأمور سيئة لأن الشخص غاضب جدا إلى حد الآن صديقك لا يتحدث إلى أن يبدأ صديقك في الصراخ هو أيضا في هذه اللحظة يقوم هذا الشخص باستدعاء عدد كبير من أصدقائه لكي يأتوا ويأخذوا بثأر صديقهم في هذه اللحظة حين ترى هذا الحشد الكبير قادما إليكما تقول لصديقك هنا قلنا لأن عدد فعل ففي الماضي نضيف إليه إيدي بمعنى أنك جعلت الأمر أسوأ يعني بدل أن تعتذر ونذهب في حال سبيلنا جعلت الأمر يصبح مشكلا أكبر إذن هذا هو معنى إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زل الاشتراك إعجاب وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد هذه بعض الفيديوهات السابقة أقترح عليكم مشاهدتها شكرا وإلى اللقاء